اشتركوا في القناة المقدسة قانون عام 59 ولكن نظرا لأهميتها في الحقبة هذيك حبينا مش نحكيه عليها اليوم سيكمين مرحبا بيك وبيك شكرا على الاستضافة وعلى الاهتمام بالمنستير وبجمعية القلة والحقيقة هو العمل التضامني في تونس عبل المتأصل في بلادنا وجمعية القلة هي نموذج لتوى معناش تاريخ تأسيسها بالضبط من المحتمل اكثر انها تكون في اخر القرن 18 الجمعية كانت في القرن 19 نشيطة جدا وكما اسمها يدل عليها هي جمعية القلة شنية القلة كانوا في القرن 18 والقرن 19 يعصروا الزيت في القلة ويخزنوه في القلة وكيف تخلقت الجمعية هذه كانت في شكل لزمة بأمر عالي من البي اعطاها امكانية انها تجبي قلة على 13 من المعاصر بالمدينة احنا نحكيوه على مدينة توا فيها 65 معصرة فيها 46 زندالة معناها ماجل متاع زيت الكاباسيتين متاع المدينة في تخزين الزيت 5000 طن في ذلك الوقت معناها كانت مدينة مركز لخزن ولبيع ولعصر ولصناعة الزيت اللزمة كنت خلقت كونت رصيد مالي مهم جدا في سنوات الصعبة قلنا معناها نحكيوه على 65 معصر ونحكيوه على التاقة هذه الكل شوف هذه معناها كل أثناش نقلة الجمعية تاخل لاتريزيان نمر 13 هالرصيد من الزيت كان يباع ويدر أموال على الجمعية هذية الجمعية كان تبيع الأموال تبيع هالزيت هذية ونزيد ونحكيوه على مدينة فيها ميناء لتصدير الزيت معناها وكان الميناء هذية في منطقة الساحل كان أول ميناء للتصدير يعني يجيه في الرتبة قبل ميناء سفاقس وقبل ميناء سوسع هذوما أحصائيات ألف وتسعمية وتسعة بحيث كانت الإمكانيات المالية هامة لللزمة هذية التي خلقتنا لللزمة نشوف بعداش بشتولي لجنة وبعد بشتولي جمعية أولاً كانت الهدف متاحها الأساسي هو هدف تضامني اجتماعي كانت تقوم بالأيتام والعرامل وفقراء الحال في المناسبات والأعياد وغيرها وكانت عندها حتى أملاك ديار تسكن من لمأولها ثم كانت كل بلدية المصغرة المدينة كانت تنقصها المدينة كان فيها الزيت وفيها الزيتون لكني تنقصها الحبوب فالجمعية اقتنات مجموعة بالهناشر لتمكين أهالي المدينة من زراعة الحبوب سيكبالو كانت تقولين الهناشر هذو موين يقعوا اللي كانوا في كلفة جمعية القلة فما هنشير يقع في منطقة زرمدين سوق صيادي في المنطقة هذيك وهنشير يقع في السواسي على صبخة سيد الهاني هذين المسلين وكانوا هناشر هنا حول المنستير هنشير العلال وهنشير وسانة إلا هما هناشر أقل أهمية أما كانوا مخصين لزراعة الحبوب هيئة الجمعية كانت تتكون من أعيان المدينة وكانت هذه تجتمع وتجتمع قراراتها المهمة تستوجب مساتقة الوزير الأكبر حبيت نزلك سيكمال الأنشطة الاجتماعية اكتفيت بهم ضمن الأنشطة متاحها جمعية القلة أو أنها لها نشاطات أخرى عندها إضافة قتلك هي تعتني بكل شؤون المدينة فما دور مهم قامت به اللي هو الدور التعليمي معناها لعبة دور كبير في التعليم كانت تعطي منح دراسية كاملة لكل طلبة الجيها مش للمدينة برك لأنه فما من أحواز المستير عديد الطلبة اللي انتفعوا بالمنح هذه منح دراسية بشيء يكملوا تعليمهم العالي في جامعة الزيتون كانت تأخذهم الجمعية لجمعية القلة ان شارج سكنهم وتلبسهم وتوكلهم وتعطيهم مصروفه للتذكير سيكمال حاب نقول للساد المشاهدين أن جامعة الزيتون كان في فرع هنا في المستير تتحل فرع زيتوني في المستير أما كان يوصل للدرجة كما نقول كانوا مدرسة إعدادية كان يوصل للواحد وبعدش ينتقلوا مباشرة للعاصمة من خلال كلمك نشوف الجمعية القلة مرت بثلاثة مراحل ربما كبيرة لو كان بإجازة ذكرهم سيكمال المرحلة الأحداث متاحها كانت في شكل لزمة اللزمة تعطيها ستاناكت جوريديك تعطيها قوة لجمع الأموال والأموال متاحها مهمة أن نعرف من جيل في الوسط زيادة على القلة هذه التي يلم فيها الزيت كانت فم الهبات والجمعية باعتبار الدورة اجتماعية كانت تقبل حتى ما يتسمى بالأحباس كانوا بعض الأثرياء يحبسوا أملاكهم على الجمعية لو كانت وضحنا أكثر يعني إنسان يشوف في الجمعية والدور اللي تقوم فيه القيام بالأعمال الخيرية ويحب يساهم في الأعمال الخيرية هذه يكتب للجمعية يحبس يكتب قطعة أرض أو محلات تجارية أو عقارات يكتبهم باسم الجمعية ويحبسهم عليها معناها كل لا ينتفع بها لا ينتفع بها إلا الجمعية للقيام بدورها معناها الاجتماعي المهم في المدينة من لزمة إلى لجنة ثم إلى جمعية من الفترة متاع اللجنة ما عنيش عليها برشة وثائق إلا عننا عليها برشة وثائق هي الجمعية الجمعية لأنه بعد بعد ما تكون أولنا نقوله أنها تكونت بلدية المستير 24 جنفي 1874 24 جنفي حسنوا 130 سنة عندها الدور متاع الجمعية تقلصها بظهور البلدية على الساحة فما عدة أدوار إخذاتهم البلدية في ذلك الوقت مش البلدية متاع الاستقلال البلدية في وقت الاستعماء تحولت وقتها إلى لجنة في الفترة هذه من المحتمل أن تكون في الفترة هذه تحولت إلى لجنة تدير تلك الممتلكات لأنها قاعدت عندها ممتلكاتها كاملة وتتصرف فيها وتقوم بدورها خاصة الاجتماعي والتضامني حتى التعليمي قاعدت تقوم بيها ما ببرشة شؤون أخرى ما عادش تقوم بيها في تلك الفترة لجنة القلة أصبحت جمعية من 1912 بأمر علي بأمر من الباي الأمر هذا أكد على تكليفها بالجانب التربوي في المدينة بالتعليم ثم عمل لها كالنظام الداخلي بش يوضح طرق تسييرها والتصرف في ممتلكاتها وممتلكاتها وممتلكاتها إلا هي كانت أموال وممتلكات ذات قيمة عالية هكذا لاش ربما خصت هذه الجمعية بالذات بأمر من الباي في تنظيم شؤونها عند انطلاقها سنة 1912 خلينا زادة كيف نذكر معلومة هام مجد أنه قام عام 1823 كانت ميزانية هذه الجمعية لوقتها لزمة قبل ما تتكون لجنة كان ميزانيتها 10 ألف ريال بمعنى في الوقت هذاك بالدينار التونسي كانت قربة المليار عام 1823 رقب مهم جدا بسر بسر يعني قلنا أهمية الأهمية الاقتصادية والمالية لهذه الجمعية معنى كانت تعوض البلدية وكانت عندها لزمة يعني كانت تجبي الأموال من المعاصر ومعناها الباقي يعطاها الأمكانية هذه باش يعطيها الأمكانيات باش تقوم بدورها كانت نوع من المركزية بالطريقة هذه حل مشكل كبير عند المركز لأنها الجمعية هذه كانت تقوم بدور اجتماعي وتعليمي ومهم ياسر في المدينة حتى على المستوى العلمي وشؤون المدينة العامة كانت تتلها حتى بشؤون المدينة العامة لكن حلت حلت هذه جمعية طبعا بعد الاستقلال بعد استقلال تونس وقع حل جميع الأحباس واعتبرت الجمعية كأنها ذات أحباس فاصدر قانون في حل جمعية القلة قانون خاص بجمعية القلة خاطي حل الأحباس في تونس خاص بجمعية القلة حلها وأحال ممتلكاتها لبلدية المونستير كان ذلك عام 1959 ولكن القانون اصدر عام 1858 طبعا هو القانون المخرج في الرايد الرسمي ما قاعدت الباساسيون ما تسلمت الجمعية معناها تقول الجمعية في 59 ما عادش موجودة معناها جمعية قلة المستير ما عادش موجودة في 59 في ذلك الوقت برشة ناس تقلق وحبوها تواصل لأنها كانت تلعب في دور مهم لكني الجانب التعليمي ولا تقوم به الدولة الجانب الصحي ولا تقوم به الوزارات كي تهيكلت الدولة تونسية معناها الأمور الأساسية في خدمة المواطن ما بين البلدية ومؤسسات الدولة ما عادش عندها دور كبير الجمعية أما برشة حبو يوجهوها وجهة أخرى باعتبار أنها معناها مكسب محلي مهم وتراثي وقعدت هذه الغصة عند المحليين إلى ما بعد الثورة حيث تم تأسيس جمعية جديدة بعد 14 جانب اللي سمناها جمعية القلة قعدت في الذاكرة الجمعية والجمعية هذه في نضالها من أجل المحافظة لممتلكاتها طيحت حتى شهداء والزعيم بورقيبة ناب الجمعية في قضايا والقاول الأثار طريقة خلاص ومعناها ألف فرنك معناها باش ناب الجمعية في قضية مع الأجوار لأنهم الأجوار كانوا يحبوا يحوزوا للأملاك ويتصرفوا فيها وكانت فما نزاعات عقارية من الجملة أنه الزعيم الراحل اللي حي بورقيبة ناب الجمعية في بعض القضايا هذه وقتلك فما حتى أرواح طاحت من أهالي المستير للدفاع على الأملاك هذه اللي كانت معناها من فترة إلى أخرى شاقبوهم فيها هكذا نشوف مدى تأثير العمل الجمعيات والجمعيات في النظام الاجتماعي اللي تعيش مجتمعات المدن التونسية كانت هذه ذا المصافحة معزي كمال الغمرسي بخصوص جمعية القلة الجمعية تستحق كل التنوية والحمد لله كما قادسي كمال أنه فما جمعية أخرى تحمل نفس الاسم تبركا ربما باش نشوف في حلقة أخرى مدى نشاط هذه الجمعية خليكم معنا من هنا بدأت الحكاية رسالة زيتونة توسي بأن يكون زيتها نورا يمزق ظلمة الفقر ظلمة العوز ظلمة الخصاصية لمجتمع لابد أن يكون متضامنا مجتمع المنستير ترجمة نانسي قنقر